هذا وخلت إسبانيا بالتزامتها التعقدية كما حاولت مساومة الجزائر في أكثر من مرة لمراجعة عقود الغاز طويلة المتاة الشجرة التي تولد معوجة لا تنمو باستقامة أبداً مثل إسباني يكرس عوجج مدريد التاريخي وصعوبة تغيير إسبانيا لعاداتها القديمة في علاقتها الاقتصادية مع الجزائر وأكثر مساوماتها كانت سنة 2019 في مراجعة عقود الغاز طويلة المدى ومطالبها بمراجعتها والتوجه نحو عقود قصرة المدى موقف أغضب الجزائر وتعاملت معه بكل حزم لتنقلب مدريد قبيل الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وتقترب من الجزائر في محاولة النظامان إمدادات الغاز بعدما ملجأت العائلات الإسبانية لاقتناء الفحم كبديل لارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء في البورصات العالمية استثمارة فازت بها الشركات الطاقوية الإسبانية في الجزائر كمصفات حسيم سعود للشركة تيكنيكا سوريني داس في هندسة المشاريع ومشروع تويتغاز لنفس الشركة الإسبانية صاحبها تحجج إسباني بتعليق الرحلات خلال فترات كوفيد 19 إلا أن الجزائر وفرت خطا جوي من مدريد إلى أضرار لإتمام المشروع وتدرك مدريد أن الجزائر لا تتهون في مجال تنفيذ الاستثمارات في معادها المحدد وقبل فترة ليست بالبعيدة حذرت الجزائر مدريد بفسق عقد إمداد الغاز في حالة تغيير وجهة الشحنات وقالت وزارة الطاقة الجزائرية أنذاك إن أي كمية وجهتها غير المنصوص عليها في العقود ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعقدية وقد تفضي إلى فسخ العقد الذي يربط شركة سونطراك الجزائرية بزبائنها الإسبان هذا واستوردت إسباني عام 2021 ما يزيد عن 40% من حاجيتها المتعلقة بالغاز الطبيعي من الجزائر أي 178 تيروات ساعي من الغاز الطبيعي حالة من الغلايان والترقب لدى الوسط الإسباني ومخاوف من قضاء فصل الشتاء في انتظار الغاز الجزائري والتسخين على الفحم المتناقض مع المعايير البيئية في القارة العجوز ترجمة نانسي قنقر